مرحباً لكم ورحمة الأشياء اليوم سأشارك معكم سالاتي الأشياء إذا كنتم تابعيني على قناة هاتية الأكل الخبيث سأقوم بعمل لكم سالات الفطور بتحتي المفضلة لسالاتي أحتاج 150 جرام سالاتي أحتاج 150 جرام من جبنة الفتة أضيف لسالاتي أفوكادو أضيف لسالاتي أثنين أفوكادو أضيف لسالاتي أثنين أفوكادو أضيف لسالاتي أفوكادو رجل أفوكادو سأضيف صفال الفطور لقناة الطازة سأضيف لسالاتي أثنين ملعبين ملعبين كبار من زيت الزيتون الأسباني سأضيف لسالاتي قل One is optional أضيف صفال فطور ببقنا المجرمش Additionally, I will add 1 1⁄4 teaspoon of pepper and 1 1⁄4 teaspoon of salt حضيف برضو ربع ملعقة من الفلفل الأسود وربع ملعقة من الملح I will start first by slicing the feta cheese into small chunks حبتدي في الأول حقطت جبنة الفتن مكعبات صغيرة The second layer, I will slice the red radish المرحلة الثانية, أنا حبتدي حقطت الفجر الأحمر The third layer, I will peel the two ripe avocados and I will cut them into small medium chunks المرحلة الثالثة, أنا حقشب الأفوكادو وحقطعه للمكعبات متوسطة الحجم One stage before slicing the avocado, I will chop the mint into small pieces قبل ما قطع الأفوكادو, أنا حقطع النعناع الأخضر لشريح صغيرة If you don't like the taste of fresh mint, you can replace with a different herb لو ما بتحبوش طعم النعناع الطازة, ممكن تغيروه تستبدلوه بخضرة ثانية And if you don't like avocados, you can replace it with a different type of green salad لو ما بتحبوش الأفوكادو, ممكن تغيروه بصنف ثاني من السلطة Once I have sliced all the salad, I will squeeze half a lemon on top of it بعد ما خلصت أبطع السلطة, عصرت عليه نصف الليمونة I will top up this salad with two tablespoons of Spanish extra virgin olive oil أنا أغطي السلطة دية ملعقتين كبار من الزيت الزيتون الاسباني Then I will add a quarter teaspoon of black pepper and quarter teaspoon of salt أنا بعد كده حضيف ربع ملعقة للفلف الأسود وربع ملعقة الملح The final stage and this is optional but it gives it an extra kick is sprinkling this salad with crispy crumbly bacon آخر خطوة وهي دي اختياري أنا حروش الصلطة دية بالكريسبي بيكن This is an amazing refreshing salad for breakfast or you can have it a pre-brunch دية صلطة منعشة للفطور أو ممكن تكلوها قبل الغداء Thank you very much for watching this video For more unique different recipes please like share and subscribe to my youtube channel Give the food and baking until I see you with the next recipe Bye bye شكرا كتير جدا لمشاهدة هذا الفيديو لوصفات اخرى متميزة الرجاء ان تدعموني باللايك وشير والسبسكرايب على قناتي هدية الاكل الخبيث حتى القاكم في وصفة جديدة يلا مع السلامة